بداية ما هي اهداف ودلالات زيارة الرئيس الروسي بلاديمير بوتين الى ماريو بول يعني اظن انها اهداف مركبة لا يمكن القول انها مرتبطة بنكتة اعتقال بوتين او امر ما يسمى من احكام الجنائية الدولية باعتقال بوتين لان مثل هذه الدائرات على اهميتها واخطرتها وترتباتها الامنية لا بد انها تتم هذه الترتبات قبل فترة اه الزيارة مصممة اه بعد زيارته لشبه جزيرة القرم في الذكرى التاسعة لضمها وماريو بول على الجانب الاخر من بحر ازوف الذي اصبح بحرا روسيا بالكامل اضافة لانه اطلالت اوكرانيا على البحر الاسود 80% اطلالت اوكرانيا اصبحت الان في يد روسيا من فترة طويلة ميلة بول وبرديايسك وجرهان فالجزئية المهمة انه هو يريد ان يؤكد على فكرة قراره المتخز اصلا والذي اتخاذات الهايات الروسية المختلفة بضم المقاطعات الاربع وماريو بول تكتسب هنا اهمية خاصة بمكانها الفريد باخلاحها الصناعية بايضا ما شهدناه في اثناء الزيارة والمشاهد التي نشرت منها عن تحركه وهو يقود سيارة خاصة بنفسه اثنين فكرة الاعمار الملحوظ او اعادة الاعمار اعتقد المشروعات اللي بتم انشاءها في المدينة قصير جدا وفي ظل الحرب ايضا طبعا على الهامش الامر له علاقة وان لم تكن مقصودة تماما لانه واضح ان الرئيس الروسي لا يعير انتباها لقرار المحكمة الجنائية الدولية ماريو بول هي المنطقة او المدينة التي حصلت فيها الواقعة المذكورة الخاصة بنقل اطفال من ماريو بول الى من دور الايتام في ماريو بول اثناء الحرب حماية لهم الى داخل روسيا وطبعا هذا الامر صور في القرار المشار اليه على انه اختطافوا اشياء من هذا القبيل وده يعني شيء عجيب جدا لان روسيا تقول ببساطة انها ضمت هذه المناطق وان هؤلاء اصبحوا اطفالا روسا وانه نقلهم لحمايتهم وانقذهم من الاوضاع كلنا يذكر معركة ماريو بول والى اي مدى كانت عنيفة جدا وكانت محط انظار العالم كما هو الوضع في بخمود ماذا عن الوضع في بخمود يا سيد عبد الحليم يعني القوات الروسية تقول انها تسيطر على 70% منها تقول ذلك طبعا وتقول انه موجود في القسم الغربي او الجنوب الغربي لا تذال هناك من فزن القوات الاوكرانية والقوات الاوكرانية تقول من جانبها انها تريد ان تستنزف القوات الروسية حتى تططئ هجومها فيما بعد اعتقد لو نتذكرنا حتى معركة ماريو بول مشارئة لها او حتى معركة اقرب كمعركة سوليدار كان الاوكراني يقولون دائما ان انا نسيطر على المدينة وان الواضع عادي وكذا وكذا وربما لا يعترفوا بالسقوط الا بعد ان جرى السقوط بالفعل فاظن انها مسألة وقت ايضا لا بد ان نلحظ هذا الاحتشاد الهائل في الحرب الاوكرانية اللي نقلها الذي نقلها من حرب ده طبع عالمي الى حرب عالمية بالفعل فيه خمسين دولة في المقابل ولعلنا سمعنا عن الجيش المكون من تلتمائة الف جندي الذي ينوي حلف الاطلنطي شمال اطلنطيناتو اعداده على حدود روسيا الغربية وايضا تكثرت ظاهرة او اصبحت اكثر وضوحا فكرة المشاركة الفعلية في الحرب ليس بقت بدلالة الامي كيو ناين التي اسقطتها روسيا فوق البحر الاسود الامريكية لتتكلف 35 مليون دولار وانها تقوم بمهام تجسس تنقلها الى الجانب الاوكراني ايضا بجنود حقيقيين على الارض من بولندا وبريطانيا وامريكا تحت لافتت انهم متقاعدون او ضباط متقاعدون او فيلق اجنابي او غيرها من الالفاظ ايضا طبعا الادارة التي تجرع الهواء الان منذ فترة عن ما يسمى هجوم الربيع الاوكراني وحث امريكا عليه وخطة جنرال امريكي لاستخدام هذا الهجوم او توجيهه الى شبه جزيرة القرم كل شيء اصبح واضحا الان ومن هنا ما قالته روسيا في البداية عن انه هذا الدعم وتكاثف هذا الدعم وتنوعه والمشاركة الفعلية من الاقمر الصناعية من طائرات اللي ستطلع بدون طيار وغيرها الى التوجيه المباشر على الارض الى المشاركة المباشرة على الارض قد يؤخر لكنه لا يغير في النتائج طبعا كل هذه التصريحات وبعضها جاء بعد ان اعلام بولندا من ورائها سلوفاكيا عن تقديم طائرات ميج الى اوكرانيا وهذا ليس اول تزويد بالمناسبة وطبعا من المعروف ان اوكرانيا تطالب بطائرات اف ستاشر وغير انا اعتقد يعني ولا اف خمسة وثلاثين سوف تغير في الموقف ان جرى توردها لاوكرانيا ورسل هددت بتدميرها على الارض اصبح تنزافا واضحا معلنا من الطرفين واصبحنا نسمع صيحات عديدة عن نفاد الزخيرة الغربية وانه ليس بوسع الغرب ان يزود اوكرانيا بالزخيرة التي تطلبها وعن طلبات وزير الدفاع الاوكراني التي جرى تسربها انه بيطلب مليون قذيفة في الشهر ولما خفضها خفضها الخمسمية واربعين او خمسمية وخمسين الف والى اخر الامر فكرة الاستنزاف اصبحت واضحا كل طرف يريد ان يستنزف الطرف الاخر والحرب تأكد طابحها العالمي وكما قلت من قبل هي حرب عالمية ما يميزها عن غيرها الى الان انها محصورة الى الان في الجغرافيا الاوكرانية قابلة لامتداد ومحصورة الى الان تحت المستوى النووي والعلنا شهدنا التكنيك الخاص باسقاط الطائرة الروسية باسقاط الطائرة الامريكية اللي هي طائرة بدون طيارة طلاع المسيارة لم يجري فيها استخدام طلقة واحدة محصورة الان تحت المستوى النووي